قوة عسكرية من فرقة العباس القتالية وصلت إلى أطراف قرية بيشير التركمانية حيث يقول المسؤولون فيها أنهم يستعدون لتحرير بيشير بالتجحفل مع قوات الحجد التركماني والتنسيق مع طيران الجيش والشرطة الاتحادية فرقة العباس هي فرقة عسكرية وطنية تابعة إلى وزارة الدفاع عتادنا من وزارة الدفاع تحركاتنا بأمر الدفاع وتحل غطاء الدولة بالنسبة للقوات التي ستشتركوا إلينا حقيقة نحن ندعو الجميع ولا نجبر أحد المشاركة مقاتلون في فرقة العباس قالوا أنهم جاءوا إلى بيشير من أجل رفع الظلم عن مواطنيها منتقدين الأصوات التي اعتبرتهم غرباء عن المنطقة مشيرين إلى أن الداعش جاء بمقاتلين من شيتشان والقفقاس جئنا من محافظات ونتعجب من بعض الليمان ريد نذكر أسماءهم اللي يقولون جئنا من مكان بعيد ونحن لا نتعجب من هذا المكان لأن أكو بعض الدواعش جايين من القوقاز ومن الشيشان جئنا لنحرر هذه القرية من أيدي من قتل النساء من قتل الرجال من قتل الأطفال جئنا لنحررها وهيهات من الذلة الحجد الترقماني أعلن حاجته إلى كل الجهود من أجل تحرير بيشير مؤكدا أنه سوف يتقدم مع القوات نحو بيشير وسوف يكون على أتم الاستعداد للذهاب إلى أي مكان للقتال ضد داعش نحن نشكر أي قوة تأتي لتحرير قرية البشير من مناطق الجنوبية فنحن نكون في أمامهم ككفش الفداء لأنهم جاءوا من أجلنا وعلمت الحرة أن هناك تنسيقا بين إدارة كاركوك وقيادات الحج الشعبي في المنطقة لم يعلن عنه لدواع سياسية حيث أن الأطراف الكردية المتلفذة في كاركوك ما زالت مواقفها غير موحدة حيال وجود الحج الشعبي سوران الدوودي الحرة كاركوك موسيقى